استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوليا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في جنوب سيناء في مختلف القطاعات وفي إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية في سيناء بمختلف القطاعات وخاصة ما يتعلق بقطاع السياحة تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الزيارة المرتقبة لمدينتي طابة ونويبع التي سيقوم بها رئيس الوزراء لتفقد عدد من المنشآت السياحية الجاري إنشاؤها وكذا تفقد المنطقة الحرة والميناء الجاف هذا إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تستهدف تطوير المدينتين